بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل الوحدة الرابعة اللي بتكلم عن أدوات التقويم تكلمنا عن الملاحظة وعن وحها وكيفية إجراء الملاحظة وهكذا نتحدث اليوم عن أدوات أخرى أو وسائل أخرى للتقويم الوسائل الأخرى التقويم زي الاختبارات الاستعدادات والقدرات إيه هو الاستعداد؟ الاستعداد هو مجموعة من الإمكانيات المتوفرة لدى الفرد لكنها تظهر في المستقبل لكن هذه الاختبارات اختبارات الاستعداد بتفيد في أني أتنبأ أعرف أداء الفرد اللي يمكن أن يصل إليه في المستقبل اختبارات أيضا الذكاء إحدى أدوات التقويم الذكاء بيمثل القدرة العقلية العامة لدى الفرد عايز أحسب نسبة ذكاء فرد معين أشوف عمره الزمني اللي هو عنده كم سنة وأشوف أكيسه باختبارات اسمها اختبارات قياس العمر العقلي عمر العقلي هل مساوي العمر الزمني؟ يبقى نسبة ذكاءه متوسط اللي هو 100% أما إذا كان عمره العقلي يعني مستوى عقله أعلى من أقرانه يبقى أتوقع النسبة الذكاء وتكون مرتفعة أعلى من المتوسط فهذه بتحسب طبعا لها معادلة كما نراها لو جينا نشوف تصنيفات نسبة ذكاء 70% فأقل بيطلق عليه قبله من 70% لـ 80% ضعيف العقل من 80% لـ 90% أقل من المتوسط من 90% لـ 110% متوسط من 110% لـ 120% فوق متوسط من 120% لـ 140% ذكي ومن 140% في أعلى دون نطلق عليه عبقري أو ألمعي أيضا من ضمن الاختبارات الأدوات اللي بنقيس بها التكويم اختبارات الشخصية إيه هي الشخصية؟ مجموعة السمات النفسية والجسمية والسلوكية التي تميز الفرد عن غيره من الأفراد هناك أشهر اختبارات الشخصية زي الاختبارات السكاطية زي اختبار أيزنج وفيه طبعا أحدث نظرية لنظرية العوامل الـ 6 الكبرى للشخصية كان فيه طبعا قبلها العوامل 5 الكبرى بدأ يظهر نظرية العوامل الـ 6 الكبرى للشخصية هناك اختبارات الاتجاهات أيضا الاتجاه تكلمنا عنه في محاضرة سابقة استعداد وجداني مكتسب نسبيا يحدد الشعور من ناحية القبول أو الرفض أن الموضوع معين الاتجاه يتكون من 3 مكونات ناحية المعرفية ناحية الشعورية شعور الفرد وانفعاله ناحية السلوكية اللي هي الإجرائية وهي طرق غرس الاتجاهات لدى الفرد الكدوة الحسنة الممارسة الفعالية والخبرة الشخصية المعلم لابد أن يكونها كدوة الترغيب والنص كل دي أدوات نيجي آخر أداة اللي هي الاختبارات التحصلية وطبعا الاختبارات التحصلية نتناولها بالتفصيل في الفصول القادمة وهي أداة لكياس المعرفة والفهم لدى الفرد في مادة معينة نكيس هل هو حصل الموضوعات وده نستعرضه بشكل أوسع في وحدة قادمة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته